ما زلنا في الحديدة حيث دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية صاروخين باليستيين أطلقتهم ميليشيات الحوثية الموالية لإيران باتجاه مديرية الدوريهيمي بالحديدة بعد رصدهما واعتراضهما وكانت قوات الدفاع الجوية تابعة للتحالف العربي قد رصدت انطلاق الصاروخين باتجاه مناطق سكنية ماهلة بالسكان بمديرية الدوريهيمي بمحافظة الحديدة فتم اعتراضهما وتدميرهما في مناطق خالية دون وقوع خسائر مادية أو إصابات يأتي ذلك بعدما قصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مؤخرا قرية الغليفقة التابعة لمديرية الدوريهيمي في محافظة الحديدة والمحررة حديثا بصاروخ باليستي إيراني الصنع رحض حيته طفل وأصيب عشرات المدنيين بجراح